السؤال التالي هل يعتبر التبرع لبناء المسجد يمكن أن يحتسب من أموال الزكاة؟ الأحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد وأن لا تستعمل فيها أموال الزكاة المفروضة إلا للضرورة لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا قرار حول الإنفاق على بناء المسجد وزخرفته وتشغيله من أموال الزكاة نسوخه بنصه ليكتمل به عقد الجواب جماهير أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضلن راتبا من الدوان أو رواتبهم لا تكفي نفقة جهادهم زاد الحنابلة أضاف إليهم من يحج حج الفريضة ولا يجد نفقته وبناء على ذلك الأحوال لاقتصار على صدقات التطوع كما قلنا في بناء المسجد ولا تستعمل أموال الزكاة المفروضة إلا للضرورة لكن لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة فإنه يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة وبه صدر قراره مجمع الفقه الإسلامي التابع لربطة العالم الإسلامي أيضا يشمل مصرف الغارمين من بين مصرف الزكاة الغارمون هذا المصرف يشمل الديون التي تكون على المساجد فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة الحالة أما الديون المقصطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو لبنائها أو للإنفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقصاتها فقط زخرافة المساجد مكروها فلا ينبغي صرف أموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها إلا بالشيء ليسير عرفا الذي لا يشتغل المصليين ولا إسراف فيه ترجمة نانسي قنقر